فلسو حران فلسو الخليفة الواقف الفلسو الأموي المضروب في حران هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في الساكلوبيدا العربية قسم المسككات الإسلامية تمثل أفلاس الخليفة الواقف مرحلة مهمة في تطور السكة الأموية حيث بدأت مرحلة التعريب واستبدال عناصر المسككات البيزنطية بمأثرات عربية وتصاوير تمثل الخليفة الأموي مع التخلص من بقايا التأثير البيزنطي من الرموز المسيحية مثل الصلبان وقد مهدت هذه المرحلة إلى المرحلة النهائية في تطور السكة الأموية والتي تكللت بالتعريب الكامل للمسككات وإصدار النقد العربي الصرف في سنة 77 هجرية وظهرت أفلاس الخليفة الواقف في عدد كبير من دور السكة في بلاد الشام ومن أبرز دور السكة التي ظهرت فيها نماذج فلس الخليفة الواقف عمان ودماشق وحلب وحمص والرهة وفلسطين وسرمين وقنسرين ومعارت مصرين وتنوخ ومنبج وجرش وبيسان وطبعا حرام تحمل هذه الأفلاس صوت الخليفة الواقف عبد الملك بن مروان ويبدو الخليفة الأموي ممسكا سيفه العربي المستقيم الذي استقر في غمده المعلق بحزامه بوضعية مائلة من اليمين لليسار وقد وضع يده على مقبضه وهو يرتدي ثوبه الطويل ويضع على رأسه غطاء الكوفية تاريخ الفلس سكة أفلاس الخليفة الواقف في السنوات القليلة السابقة المنتصف سبعينات القرن الهجري الأول أي في المرحات الثانية من تطور النقد الأموي أو ما يعرف بمرحلة التعريب النصي مع بقاء بعض العناصر أو الرموز البيزنطية مثل المونغرام والتصاوير المحورة ويرجح أن التاريخ السكة كان في بداية هذه المرحلة نظرا لوجود بعض بقاء المسكوكات البيزنطية وتحديدا الكتابات والرموز المكتوبة باليونانية أو اللاتينية وبحسب التقديرات النمية لظهور أفلاس الخليفة الواقف فإن هذا الفلس ظهر على الأغلب في حوالي سنة 73 هجرية أو ما بعدها خصائص المسكوكة المعدن البرونز الوزن 3 غرامات و26 جزء من الغرام القطر 19 مليمترا السماكة أكثر من مليمترا واحد مأثورات الفلس على الوجه حكس قارب الساعة في المحيط الداخلي من الدائرة المحددة له محمد على يمين تصوير الخليفة وحران على يسار تصوير الخليفة وقد أحاطت هاتين الكلمتان بهذا التصوير من الجانبين على الظهر داخل الدائرة كلمة محمد إلى اليمين من الشكل المدرج وحرفي IS تحت هذا الشكل والعلامة الرمزية المونغرام إلى اليسار منه وIS هو الرقم اليوناني 16 وتحت الرمز الذي يعله الدرجات الثلاث ويرجح أنه يشير إلى 16 قراطا داخل الدائرة العلامة الرمزية المونغرام هي من بقايا مرحلة التعريب الجزئي السابقة لمرحلة التعريب المتقدمة التي وصلت إليها هذه المسكوكة وهذا الرمز أقرب إلى ما يعرفها بالطغراء في المسكوكات الرثمانية وربما أن الغرض من هذا الرمز المونغرام تمييز المسكوكة كأن يقرنها بالأحرف الأولى لاسم ما اسم الحاكم مثلا أو اسم مدينة مدينة السكة وتشير بعض المصادر إلى أن هذا الرمز يدمج حرفي HOA وبالنظر إلى أن مكان السكة يبدأ بحرفي HOA باللاتينية فقد يكون هذا الرمز اختصارا لاسم مدينة السكة حران على الظهر داخل الدائرة في المركز تصوير الدرجات التي يعلوها صار أو عمود في نهايته كرة أو حرف أوميجا الإغريقي هذا التصوير هو تحوير للتصوير البيزنطي الذي يعلوه الصليب مكان السكة سك هذا الفلس في حران وتقع في جزيرة الفرات في شمال بلاد الشام وتشكل جزءا من ديار مدر في الطريق إلى مصر الشام والرميلة فتحت هذه المدينة في خلافة عمر بن خطاب رضي الله عنه سنة 18 ومئة هجرية واختارها الخليفة الأموي مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية عاصمة للدولة بدلا عن دمشق يكون قريبا من أعدائه ومنوئيه على تخم بيزنطة وقد سكت في حران النقود الأموية في مرحاة التعريب الكامل وكانت الأفلاس مخفلة التاريخ أن الدراهم فكانت مؤرخة ومثالها الدرهم الأموي المضروب في حران سنة 80 هجرية ترجمة نانسي قنقر